وهذه مشاريع الوزارية دائماً يشكل لكم مشكلة سياحة المحافظ لأن المواطن يفهم دائماً مثل ما ذكرت في بداية الحوار أن المحافظ هو المسؤول عن كل شيء بالتالي شلون تتغير هذه القناعة لا يقتنع المواطن لا يقتنع المواطن يبحث عن المنجز العذر شونه ما العلاقة أقرب شخص إلى العلاقة بالدولة هو المحافظ خلاص يصب جام غضب عن المحافظ هذه الرؤية نقلتوها كمحافظين بالاجتماعات المتكررة على الأقل في هذه الفترة أنكم تتحملون نقداً لا دعاً تتحملون حديث مستمر من الناس وبالتالي ضروري أن يكون هناك عمل مختلف من الوزارات وطبيعة تعطيها مع المشاهد في كل اجتماع دا نتكلم بهذا الكلام وأكو آذان صاغية يعني الأمانة أحشي لك أكو آذان صاغية لهذا الموضوع يعني رئيس الوزراء ديسمع والسادة الوزراء أيضاً ديسمعون بس هي مرحلة فترة تقسيم الأموال تعاني من ضغوطات مرة سياسية مرة الغلبة لأكثر نفوذاً وأكثر ضغطاً يعني الأموال من تقسم أكثر نفوذ تقسم المحافظة والجهة لا لا طبعاً جهة معينة يعني الموازنة تعاني في بعض الأحيان في كثير من الأحيان ليس في بعض الأحيان تعاني من موضوع تقسيم إلها قائم على ليس حاجة فعلية بقدر ما هو يعني ضغط واستحسن